أعوذ بالله السميل العليم من الشيطان الرجيم من همزه وخفضه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا مثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدناء ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فاكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتس فهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق أسنتين فلو النثل تاما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السلس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن السمر مما تركتم من بعد وصية يوصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله واسع عليم والله عليم حليم والله عليم حليم والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يتعدى حدود تلك حدود الله ومن يتعل الله ورسوله يدخله جنات تجري من يدحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين وله عذاب مهين والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم واستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن يشهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتينها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوبوا الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس للطوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفائشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا وتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليدا ولا تنكحوا ما نكع آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَأَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعَ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِيَا فَتَيَاتِكُمْ مُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِإِمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضُ فَاللَّا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ وَوَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَادٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِسْفُ فَعَلَيْهِنَّ نِسْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ وَنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنَّكُمْ وَأَنْ تَسْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَا الَّذِينَ مِنَّ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَا الَّذِينَ مِنَّ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل يجعل لا مبالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوذهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطاع لكم ولا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إسلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصائب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا للذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله إن وكان الله بهم عليما إن الله لا يغفر أن يشرق به إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن يتك حسنة يضعفها ويؤتم لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصفى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائت أو لامستموا النساء فلم نجدوا ماء فتمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة بالهدى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تظلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمعوا غير مسمع وراعنا ليهم بألسنتهم وأطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولا واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا صعاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر ويشرق به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يؤلمون فطيلا منظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلا تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم مدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من دحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج متهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعيم ما يعيدكم به إن الله كان سميعا مصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل منها قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا وليف إذا صابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولو أنهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حردا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم ويخرجوا من يدياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم ويشد تثبيتا لإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يتع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لي بطيا فإن أصابتكم مصيمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقول أنك ألمدكم بينكم وبينه مردة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ألوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما دكونوا يأتي بكم أينما دكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تسبهم حسنة يقولوا هذه من عيد الله وإن تسبهم سيئة يقولوا هذه من عيدك قل كل من عيد الله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنتي فمن الله وما أصابك من سيئتيا فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا نكفى بالله شهيدا من يتعي الرسول فقد أطاع الله وما تبلى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عيدك بيّت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عيد غير الله لوددوا فيه اختلافا كثيرا فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عيد غير الله لوددوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أب الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أظل الله ومن يظل الله فلا تجد له سبيلا ردوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سباءا فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجزوا في سبيل الله فإن يتبلوا فاخذوهم وقتلوهم حيث مددتموهم ولا تتخذوا منهم ورجا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قومهم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوهم أو يقاتلوكم قومهم ولو شاء الله لسلتهم عليكم فلقاتلوكم فإن يعتزلوكم بلم يقاتلوكم ويلقوا إليكم السلام فما جعل الله عليكم سبيلا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم بقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيْنُوا وَلَا تُلْقُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَبَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِيَدَ اللَّهِ مَغَارِمُ كَثِيرًا كَذَلِكَ كُنتُمْ مِيَا قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لا يستفي القاعدون من المؤمنين غير أولي الظرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله وفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وساع ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد فقى عجره على الله وكان الله وفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوبا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالدقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم والدأت طائفة أخرى لم يسلوا فليسلوا لم يسلوا فليسلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله عدى للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأناتم باقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا ولا تهنوا في ابتراء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجم وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أرات الله ولا تكن للخائرين خصيما واستغفر الله إن الله كان وفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خفانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا هاتم هؤلاء إذا دلتم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله وفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يغمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لاتبعتم الشيطة ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يظلوك وما يظلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله وسوف نؤتيه أجرا عظيما فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقئ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالا بعيدا إن يدعون من يدونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولو منينهم ولا آمرنهم فليمتكنا ذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من يدون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك بأباهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات نجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجز به ولا يجد له من يدون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نطيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتام النساء وما يطلع عليكم في الكتاب في يتام النساء وإلا تي لا تؤتونهن ما كتب عليكم ما كتب لهن ولا لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون تاكحوهن والمستضعفين من الولدان وما تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خيرها فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فلا تميلوا كل الميل فتذلواها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان وفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وانتقوا الله وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غريا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا من يشايده بكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعيد الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا مصيرا يا أيها الذين آمنوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلبوا أو تعذوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا وآمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر واليوم الآخر فقد ظلوا ولالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتعون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعفذ عليكم قالوا ألم نستعفذ عليكم ولم نعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا نذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إنا هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من يدون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أأل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البيناد فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن يشبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا من رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نوهم عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وعددنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم مجرا عظيما ووحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده ووحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأثبات وعيسى وأيوب والأثبات وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلنا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجتهم بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله الشهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ظلوا ظلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن الله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا فلا تهديته خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه وأن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وقفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح وأن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعبدوا الصالحات فيوفيهم مجورا ثم يزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من يدون الله وليا ولا نصيرا ولا يجدون لهم من يدون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله وعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في كلالة إن مرء هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يركها إن لم يكن لها ولد فإن كان تثمدين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين ويبين الله لكم أن تظلوا والله بكل شيء عليم